بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لأنشطة التقويم التشخيصي والدعم نقوم بإنجاز الثامن التعليمة تقول أحيط أكبر العددين في كل بطاقة لدينا بطاقتين البطاقة الأولى والبطاقة الثانية سنحيط أكبر العددين العدد الأول هو ثمانية عشر والعدد الثاني هو واحد وثلاثون أيهم أكبر نحتاج إلى جدول العدد الذي يتكون من وحدات وعشرات ثم نقوم بكتابة العددين في الجدول إذن ثمانية عشر أقصب ثمانية هي الأولى ثم عشر إذن ثمانية وحدات وعشر واحدة وواحد وثلاثون واحد وثلاثون ثم أقوم بمقارنة العشرات فقط إذن العشرات فقط واحد وثلاثة إذن واحد عشر واحدة وثلاث عشرات أيهم أكثر واحد أم ثلاثة إذن ثلاثة هي الأكثر إذن العدد واحد وثلاثون هو الأكبر إذن أحيط واحد وثلاثون بالنسبة للبطاقة الثانية لدينا أيضاً عددين ثلاثة وخمسون وتسعة وعشرون أيهما أكبر سنحتاج إلى جذو العد والذي يتكون من خانتين الأولى للوحدات والثانية العشرات وحدة على اليمين والعشرات على اليسار نقوم بنقل أعددين هنا ثلاثة في هذا المكان على اليمين وخمسة هنا ثم العدد الثاني تسعة وعشرون تسعة في هذا المكان واثنان في هذا المكان ثم نقوم بمقارنة العشرات خمسة واثنان خمسة يمكن أن نمثل خمس عشرات بالقطبان اثنان تلاثة أربعة خمس عشرات وعشرة واحد اثنان أيهما أكثر خمسة إذن العدد تلاثة وخمسون هو الأكبر العدد الذي لديه أكبر عشرات هو العدد الأكبر إذن تلاثة وخمسون أحيط هذا العدد